أيضاً مبارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع تابع في الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكملة للمخلفات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم وجه السيادته بسرعة استكمال مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية وده من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ويتم فيها استخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالمياً اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وذلك بالتنصيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان حيث تعتمد منظومة المخلفات الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الأساسية ذات الصلة بإنشاء مدافع نفايات صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقيس العالمية بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة فضلا عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبراء في هذا المجال ودمج القطاع غير الرسمية في المنظومة الجديدة وقد وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميا وذلك كهدف أساسي للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتدعياتها على الصحة العامة والبيئة مشددا سيادته في هذا الصدد على ضرورة التطقيق التام في إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم والتي توليها الدولة أهمية متزايدة في ضوء التحول التنموي السريع وغير المسبوق الذي تشهدهم مصر حاليا في كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوى البنية الأساسية وقطاع الإسكان والبناء وإنشاء سلسلة المدن الجديدة وهو الأمر الذي تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالي 40 مليون طن سنويا ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التي تشهدها الدولة خاصة ما يتعلق بالتنصيق بين الجهات المعنية للتدقيق في المعايير والمواصفات القياسية التي تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التي تستخدم في البناء فضلا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة